ما رأيك في تجارة متاحة العمل فيها يسير والربح فيها وفير هل تتردد في العمل فيها إنها التجارة مع الله فبالنية الصادقة تنال أجورا لا تحصى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء وبأذكار مختصرة تثاب أكثر ممن جلس ساعات في الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وبالتأمين خلف الإمام في الصلاة تغفر الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وثواب قيام ليلة القدر كثواب العبادة في ثلاث وثمانين سنة قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر والصلاة في الحرم بألوف الصلوات ففي الحديث صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه وبصيام يوم عرفة تغفر ذنوب سنتين قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والتصدق بتمرة أو نحوها أثقل في الميزان من الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أي مهرة حتى تكون مثل الجبل ومن دل الناس على خير فله مثل ثواب من اقتدى به فكيف بمن علم ملايين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكيف تقلقات بوا uneasyينة ثابتك بالكناسب غير على ج amis سنطلق بواسط sangat